اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الماقعة ليس لوقعتها كاذبة خافزة ورافية اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت همام بسا وكنتم ازواجا سلاسا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ذلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونة متقعين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشرهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها نغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخدود وطرح منزود وظل ممدود وماء مسقوق وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في صموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا بثنا وكنا طراما وإظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من سقوم فمالئون منح البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نظرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفريتم ما تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حكاما فظلتم تفتحون إنا لمغرمون بل نحن معرومون أفريتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجادا فلولا تشكرون أفريتم النار التي تورون أنتم أنشأتم سجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الهديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين فنظلم من حميم وتصلحة جحيم إن هذا لهو حق اليقيم فسبح بسم ربك العظيم صدق الله العظيم یہ تھی سورة واقعہ اس سورت کو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں ایک مرتبہ تو رزق میں خیر و برکت کی لئے السلام عليكم اشتركوا في القناة